مرحبا حضراتكم في الفقرة الأخيرة التبية اللي بتنورنا فيها دكتور دينا أبو السعود المستشار التبي لشركة بايو ناتشرلز وملف مهم لأن احنا تاري كلنا إنما كانش يعني 90% تقريبا بنمر بيه وفكرة هنا أن انت تبعي استخص فتعمل دايت فالدايت دا لأي سبب إن كانوا الأسباب كتيرة جدا ما ينجحش أو تضطر أن انت تعيده من الأول أو تمشي عليه فترة وبعد كده ترجع تأكل كل حاجة فتبوز الدنيا وده بأكيد بيسبب اكتئاب وبيسبب مشاكل وبيخلينا خلاص مش عايزين نعمل دايت تاني ونقول والله ما احنا هنجرب دايت تاني لا يعني حاجة طبعا تبقى مش سعيدة في النهاية خلينا نعرف منك طبعا مع اختلاف الأسباب لكن النتيجة بتبقى واحدة فكرة إن الدايت بيفشل نعمل إيه طبعا صباح الخير في البداية يا صباح الخير يا نهواندي يا حبيب بتقلبي كتير مننا بيقول لك خلاص أنا تخنتوا بتاعه ولازم أمشي على دايت يجوا يعملوا حاجات أصلا مش هي اللي هتخصصهم ويجوا ما يخصوش ويصيبوا ويصابوا بالاكتئاب من أهم الأسباب إن احنا بنفشل في الدايت ممكن أقول اتباع نظام غذائي خاطئ جدا فيه أنظمة غذائية مختلفة مش كل نظام غذائي هينفع فلان أو فلانا صح دي حاجة تاني حاجة أن أنا أصحى من نوم أنا حرمة نفسي من الأكل ما فطارش الفطار الصحي مش أي فطار هو اللي بيعلي لي سرعة الأيدة بتاعتي عندك الملل الملل ولو حد فاضي قوي يعني يعني مثلا ما فيش يعني لازم اليوم الحياة اليومية يبقى فيها مشاغل مانسبش نفسنا قاعدين زهقانين فأي حد زهقان بيبتدي يأكل ده أي حد زهقان أي حد مود ومشحال وأي حد عنده ضغطات للأسف الشديد الأكل بيكون أو الناس بتعتقد أنه هو ده طريق الهروب من اللي هم فيه ده غرض جدا وفيه أسباب مرضية كمان مثلا بتأدي إلى السمنة فلازم أبعارفة أن أنا يعني لازم أشوف الغضة الضرقية الدنيا فيها إيه الكورتزول يعني التوتر على فكرة التوتر الحاج بتعليلي الكورتزول في الجسم وده بيحبس لي ميا الجونك فود أو السناكس يعني حد مثلا يمشي على نظام غذائي يجي في النص جاع فيبتدي ألاقي بقى شبسيهات وحاجات ويقولك أنا في ضايت أو بتقولك أنا في ضايت كل الحاجات دي خطيئة جدا يمكن ممارسة الرياضة العنيفة بعد ما بخلص الرياضة العنيفة بنأكل كتير بتخلي بقى الوجبة الرئيسية بعد الرياضة كل الحاجات دي بتبقى من السبب رئيسي اللي فشل الضايت ودخلنا بقى في الاكتئاب يعني أن أنا معرفت شخص معني عملت مجود هو ده مش مجود هو ده مش صح لازم نتبع نظام غذائي صح ولو معرفة والشراهة الأكل خلي بالك يعني كلنا كمصرين عندنا شوية شراهة في الأكل فإزاي أن أنا حتى أعرف أمنع شراهة في الأكل عشان أعرف أخص كل ده هتكلمه معاك يا نهار حلو جدا تعالي بقى نبدأ بفكرة هنا الناس اللي هي الإرادة عندها أصلا ضعيفة لأن دول أكتر ناس بتعذبوا بصراحة الناس دي بتقولك أنا عايز أخص جدا ونفسي أخص جدا وساعدوني عشان أخص بس مش بأساليب صعبة أروح أعمل إيه أو أنصح الفئة دي ازاي أو لما بتتكلمي مع الناس دي بتنصحيهم بإيه علشان في نفس الوقت أنا ما ديهمش نظام غذائي صعب فما بيمشيش عليه ويقولك خلاص أنا راضي بالأمر الواقع كتير مننا ناس بجد بتوصلوا لك خلاص أنا راضي عن شكلي وراضي عن الوزن اللي أنا فيه ده لي كمان مش فكرة بس شكل وحش ده لي أضرار صحية سيئة جدا صح بنصح كل الناس اللي بتتفرج علي أن هم يستخدموا لو هم يبدأوا في الأول الدايت ونهما يتحكموا في شراهيتهم إحنا قلنا دلوقتي أن فينا ناس ما بتعرفش تتحكم في شراهيتها هتستخدم معنا منتج رائع منتج مرخص من وزارة الصحة المصرية منتج بيقدر يسد لي شهية ويحرق دون المخزنة لأنه عبارة عن ألياف وفيتامين سي فقط كل مكونات وطبعية عندي جوه بيستا طبعا المنتج اسمه بيستا من تصنيع شركة بايو ناتشرالز الشركة بايو ناتشرالز الشركة ليها دلوقتي أعتقد سيد كبير جدا في السوق المصري ومهمة قوي أن أنا مع مريض السمنة أو الدايت أن أنا تابع مش أديله بيستا وهو بقى مع نفسه مثلا نشوف هو المهمة قوي أنك أنت تسنيديه عاطفيا أو تسنيديه أو تشجعيه من أهم أسباب نجاح إنقاذ الوزن التشجيع وده اللي بتعمله شركة بايو ناتشرالز إن هي داخل الأرقام اللي ظهر على الشاشة أو بنقدر نتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة لما نيجي نطلب منتج بيستا عندنا أخصائيين في التغذية العلاجية بيقدروا يتابعوا الحالة from day one كل أسبوع المتابعة كمان بالمجان وبيقدروا يتابعوا أول أسبوع خاصته قدقية ويعرفوا يديهم الدايت أو الأكل اللي بدون حرمان يعني شركة بايو ناتشرال مهمة قوي إن أنا أخلي المريض يخسه ومحرموش من حاجة هو من نفسه أول ما هيبتدي يستخدم بيستا لو متعود إن الطبق بتاعه يبقى كده هياكل ربع بس لأن داخل بيستا ألياف بتقدر تنفش في المعدة وتخلي المعدة في الآخر حجمها صغير فكمل أكلة أو مقدار الأكل اللي داخل ما بيبقاش كبير بالزبط من أهم الألياف اللي داخل بيستا الشفان وردة الأمح وكشور السليم أهم حاجة لما أجي أستخدمه باستخدم الكيس على كباية مية كبيرة أو عصير بدون سكر لكن طبعا بقول للناس إنهم قريضي طعموا عصير التفاح لو عايزين نغير طعم تاني بعصير بدون سكر أو لبن خالي الدسم أهم حاجة تبقى الكباية كبيرة عشان تقدر تنفش في المعدة إمتى باخده قبل الوجبات الرئيسية بس بنص ساعة دي طريقة استخدام بيستا بلس إنه يدخلوا طبعا الكروميوم الكروميوم اللي بيساعد لي على حرق الدهون المخزنة وبيساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم فرائع ودخله كمان يعني أنا بخسه بفيد نفسي كمان على الصعيد الآخر ومش بس بخسه بحسن عملية الهضم ببيستا ليه؟ لأن الألياف بتقدر تحسن لي حركة الأمعاء فحتى اللي عنده إمساك أو اللي عندها إمساك مع بيستا هتحسن الدنيا بقت معها سهلة جدا طيب ممكن حد يتبعني قولت زي يعني الكورس بتاخد للناس اللي فوق السبعين زي الناس اللي تحت العشرين زي الراجل زي الست يعني هل كل الفئات المختلفة دي تتاخد بيستا قبل الأكل بنص ساعة؟ يعني مش هتفرق خالص من حد الحد؟ هو قريدي بيستا بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة بس كل واحد دي كورس مختلفة أو جرعات مختلفة دي اللي بيحددها الشركة باي ناتشرلز الأخصائيين الموجودين داخل الشركة اللي بيردوا على السادة العملة هم اللي بيحددوا السن قد إيه الطول الوزن أوفر ويت قد إيه لأن أنا لازم أحسب البادي ماس أنديكس البادي ماس أنديكس فوق السبع وعشرين ثمانية عشرين فوق التلاتين فوق الخمسة وتلاتين فوق الأربعين كل واحد طبعا فوق الأربعين ده سمنة مفردة فكل واحد ليه كورس مختلف عن التاني إزاي أعرف الكورس المناسب لحلتي عن طريق شركة باي ناتشرلز اللي أرقامها ظهرة على الشاشة وبرجع أقول فيه أخصائيين في التخزيل العلاجية بيتابع الحالة وأرجع أقول أنه موجود في الصيدليات لأنه مرخص فلكن لو أخدتم الصيدلية ممكن ما بعرفش أتابع لكن لو أخدتم من شركة باي ناتشرلز بقدر أتابع الحالة بنفسي أوكي بس فيه ناس كانت بتتكلم أنه هو مش موجود في كل الصيدليات ما هي دي الفكرة أنه ممكن ألا أدخل الصيدلية ما لاقيهوش هو أو حتى قلب مالتي فيتا اللي هتكلم عليه إزاي أقدر أوفره عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة وبالما أقدر أوصله لكل الصيدلية هو واضح أن الطلب عليه عالي طيب هروح معاكي للكيس اللي معنا لأن برضو نظري حاجة وعلى الأرض حاجة تانية بتبقى المعلومة وصف شكل أكبر نتابع الحالة اللي معينا وهي تحكي لنا بنفسها خاصة إزاي وكانت توزنها كام أصلاً ونرجع نكام احكي لنا قصتك مع بستا وإزاي ساعدك تخسي اسمي إسراء محمد منضوح سني عشرين سنة كنت خمسة وتسعين وبقيت خمسين قبل ما خس كنت بعيني من نفسي قصير ما كنتش بقدرة تنفس كويس اللبس كان عندي فيه مشكلة ضربات قلبي كانت سريعة ما كنتش بعرف أتحرق ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جداً بعرف ألبس براحتي وبعرف أكل اللي أنا عايزاه وأتحرق وجسمي بقى خفيف جداً أنسح أي حدي جسمه مليان أنه هو يتابع مع بستا موضوع صهل جداً طب أنا عشان بس أكون فهمت صح لأن إسراء قالت نقطة مهمة إسراء زي ما حضراتكم سمعتوا بتقول أن هي بقدر أكل اللي أنا عايزاه فمع بستا بتأكد لنا أن أنا حاكل اللي أنا عايزاه بس مش هدخن يعني قصة أنا مش هاكل صحي بس أنا ممكن أأخذ بستا وبعد نص ساعة أكل اللي أنا عايزاه بس بايدفولت مش هاكل كمية كبيرة مش هاكل جمية كبيرة خالص بس في نفس الوقت ما ينفعش أن أنا أزود جداً في السكريات يعني عشان الصحة العامة يعني فيها يعني ما ينفعش مثلاً أخط أحط بيست على مرات مثلاً لكن أنا من نفسي مش هقدر أعمل ده وبنصح أن أنا إزاي أكل أن أنا أبدأ بالألياف بالسلطة وأبدأ بالبروتين بعد السلطة البروتين وفي الآخر هاخد نشويات بس هاخد النشويات على الأد حسب مقدار الجسم اللي محتاجه فبالتالي مش هدخل وإسراع عندها 20 سنة يبقى وزنها 95 كيلو حرام في السن ده حرام في السن ده ونفسها مش مظبوط في السن ده هتيجي تكبر ركبها مش هتشيلها عدمها هيوجهها هتبع عرضة للضغط ومرض السكر وعرضة لأمراض القلب فكويس أنها عارف تلحق نفسها وتخس مع بيستا طيب لو واحد وصل للوزن المثالي أنا عايز أخس 10 كيلو وخسيتهم خلاص أستمر في بيستا أو أقل للكورس أو أعمل إيه بالضبط على حسب إرادته يعني فيه ناس بتيجي تعمل الدايت وتخس وبعد ما تخس بتكافئ نفسها وترجع تأكل كتير قوي ده بيحصل ويرجع ويدخنه تاني حرام أن أنا بعد ما أخس أرجع أدخن تاني عرفتي بعندي إرادة في موضوع الشراهة والأكل تمام ما عرفتش ممكن أواظب على بيستا وان ساشت بس قبل الوجب الرئيسية مش هيحصل أي مشكلة هو لا يتعرض حتى مع الأمراض المزمنة من سكر من ضغط من قلب من كوليسترول ده لو أنا مش عارفة أعمل بالانس أو أفضل على وزني اللي أنا مبسوطة به باخد ساشت في اليوم كوقاية من الزيادة في الوزن حتى أثبت بزمت طيب في ناس تقول لك أنا محتاجة مع تقليل وزني أن أنا أعود أي فيتامين بيروح فهل إحنا هنا بنتكلم أن المكمل الغذائي ألب مالتي فيت كورس مع بيستا أمر إلى حد ما لابد منه؟ طبعا ألب مالتي فيت من أحسن وأقوى المكملات الغذائية لأنه دخله 13 فيتامين من المعادن والفيتامينات طبعا من أهم الفيتامينات لو عدت التخصيص فيتامين بي فيتامين بي، وبات LEGO أحيانا سبب الزيادة في الوزن أن أصلا نقص فيتامينات هناك أيضا فكرة يعرف أن الفيتامينات يتاخن أوك نقص الفيتامينات هو اللي بتخن من أهم الفيتامينات لموضوع انقاص الوزن فيتامين بي وبات لتولي فيتامين سي وفيتامين دي طبعا كل الفيتامينات دي مهمة جدا لإنقاذ الوزن ألبا مالتي فيت دخلوا عائلة فيتامين بي كلها ودخلوا فيتامين سي طبعا فيتامين سي مهمة قوي لنظارة البشرة كلنا لو عملنا ضايت بتلاقي بشرتنا شوية تعبان فألبا مالتي فيت دخلوا فيتامين سي مهم لنظارة البشرة الزنك والبيوتين مهمين أن الشعر ما يقعش فمهمة قوي أخذ الكورس طبعا ألبا مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء موجود في سلسلة السيدليات كبيرة حتى كود السيدلة لألبا مالتي فيت كمان أكيد هيظهر على الشاشة لكن ممكن حد يخش السيدلية يلاقي ألبا مالتي فيت ما يلاقيش بيستا يخش السيدلية تانية يلاقي بيستا ما يلاقيش ألبا مالتي فيت فالأسهل له لو حابب أنه يتكلم عن طريق الأرقام شركة بايو ناتشرالز احنا عندنا موفرين مناديب في كل المحافظات مصر بلس برجع أقول فيه متابعة من الشركة لكل السادة العملة لأن ده مهم قوي أنك أنت لو حد عايز يخص طبعا ألبا مالتي فيت اللي عايز يخص واللي مش عايز يخص الفيتامين كمكمل غدائي لكن اللي هياخد بيستا مهم قوي أن يبقى فيه تشجيع اللي عايز يخص قال له أنا خصيت كذا فكل ما تحس كل ما يبقى فيه دعم كل ما هو هيدي أكتر وهيبقى عنده قوة إرادة أكتر على فكرة مهمة قوي كمين أن الواحد يوز النفس كل يوم الصبح أنا عملت كده وده بيساعدك أنك تخص أن أنت لو سبت نفسك كل أسبوع أو أسبوعين وبعدين جيت وزنت نفسك ولقيت أنك زدت قوي هتتصدم هتقول لا مش طلع الميزان ده تاني فمهم الواحد عشان حتى الكام جرام اللي بنزيتهم 200 جرام 300 جرام ممكن تزدهم من يوم ليوم تقدر تصادر عليهم هما في البداية عايز أقول حاجة يا نهوان ده على موضوع الميزان الأنسب زي ما أنت قلت في ناس بيوزنوا بعد التمرين يلاقيوا نفسهم تخنينين يعني ده بالزبط بنات أسناء الدورة الشهرية ما ينفعش يوزنوا لأن قرد دورة الشهرية بتحبس مياه فتلاقي عند كيلو ونص زيادة أحسن وقت لقياس الميزان وما ينفعش بعض الوجبات الرئيسية وما ينفعش بعض ما يكون شربه مياه كتير جيد هو أول ما نسحب بس كده ده مهمة في بقى نقطة مهمة برضو تانية لأن دي عليها لم تستفهم شوية الناس اللي عندها سمنة وراثية دي بتبقى حاجة غزبة عنهم جيناتهم هرمونات تكوين الجسم وطبيعته دول غزبة عنهم الناس دي هتلاقيها شمت الأكل زي ما بيتقاتل قولك أنا بشم الأكل باتخن دي معروفة يعني الجملة دي فدول بيبقى كيسز أصعب شوية حلوهم ايه التعامل معهم ازاي هل الكورس هيبقى واحد هل ممكن يزودوا عن ثلاثة ساشتز في اليوم ده يقدر الأخصائيين أو أخصائيين يتغذيل العلاجية اللي موجودين في شكل بايوناتشرالز هم اللي بقدروا يحددوا الكورس أكتر منه مريض السمنة بالوراثة بيشم الأكل بيتخن فلازم يبقى هو عارف مثلا أن والدته عماته أو هي والدتها عماتها خالتها عندهم سمنة مفرطة من وهي صغيرة عارفة أن أنا لأ أنا عندي ممكن يبقى سمنة بالوراثة فأخذ بالي من الأكل كويس قوي المريض السمنة بالوراثة بيأخذ باله من طريقة الأكل وبالذات كمان لو أنا ما بتمرنش أو ما بحرقش كمية الكالوريز اللي بأخذها فده مهم إزاي يعرفوا الكورس أو إزاي يقدروا ياخدوا بيستا مع قلبة مولتي فيت وطبعا بيبقى فيه كمان قهوة خضرة موجودة بتساعد أكتر على الحرق عندنا فيتامين دال طالع كمان كاكادو لكل سادة العملة الفترة محدودة فبيقدروا يكلموا هم الأخصائين اللي موجودين هم اللي يقدروا يحددوا الكورس بالزبط يقدروا يمشوا عليه حلو جدا طيب إيه النصيحة أو إيه المميزات اللي ممكن دلوقتي السادة المتابعين اللي بيتابعونا يسمعوها منك دكتور دينا اللي خاصة بفكرة اللي بيميز بيستا أو قلب مالتي فيت ليه أخطار أنباتي دخلت وقدامي كذا يعني منتج إيش معنى أخطار بيستا إيش معنى أخطار بيستا أولا بيستا مرخص من وزارة الصحة يعني بتغديب كل أمان بيستا ما بيشتغلش على المخ ده مهم قوي بيستا عبارة عن حاجات طبيعية من الألياف عندك ردة الأمح عندك كشور السليم الألياف دي هي اللي بتقدر تسديلي الشهية بشكل طبيعي جدا يعني ما بلعبش على المخ ما بلعبش على العصاب على القلب لزي الأدوية الأخرى ما فيش الكلام ده خالص يعني هو عبارة عن ألياف فيتامين سي وكروميوم بيستا مناسب لأصحاب الأمراض المزمنة مناسب من سن 13 سنة لغاية فوق الستين والسبعين ما فيش أي مشكلة من إنتاج شركة بايو ناتشرلز وقال ريدي شركة بايو ناتشرلز واخده سيقة كويس قوي من الساد العملة اللي جربوه ورجعوا كمان أخدوه تاني ما حصلش أي أعراض جانبية بالنسبة للقلب مالتي فيت طبعا أنا شايف على الصورة كل العملة أو بعض من البنات اللي استخدموا بيستا بشكل آمن وخسوا وبعد ما بيخسوا بيرجع لهم ثقاتهم بنفسهم بالنسبة للقلب مالتي فيت للقلب مالتي فيت ليه فوايد كبيرة جدا وليه مميزات كبيرة جدا طبعا مرخص من هيئة سلامة الغذاء دخلوا عائلة فيتامين بيه لكلها في مكملات غذائية أخرى فيها عائلة بيه بس بتلاقيها فيها واحد واثنين وثلاثة وخمسة مفيش سبعة مفيش تسعة مفيش اتناشر والعكس البمالتي فيت اللي بيميزه انه بيحتوي على كل العيلة بتاعت فيتامين بيه اللي بيميزه انه دعم جدا كمان للمناعة لانه بيحتوي على الزنك بيحتوي على فيتامين سي بيحتوي على الكابر بيحتوي على الكالسيوم وبنسبة بسيطة عشان انا على طول بقول البمالتي فيت لايف ستايل فمعنديش مشكلة ان انا امشي عليه كابسولة واحدة بس في اليوم ياما بعد الفطار ياما بعد الغداء على كوباية مياه كبيرة البمالتي فيت كمان دخله زي ما انا قلت الكالسيوم مهم جدا لدعم العض دخله الزنك دخله فيتامين سي دخله عائلة فيتامين بيه الكاملة فانتي بدل ما تاخدي كل حاجة كل فيتامين في قرس بالضبط بتجمعيهم وبتاخديهم في قرس واحد من قلب مالتي فيت بيدعم الطاقة بيدعم التمثيل الغذائي بيدعم الحرق الدهون زي ما انا قلت لانه فيه فيتامين بي وفيه فيتامين سي ودخله زنك الزنك مهم لكل حاجة لكل العمليات الحيوية في الجسم ودخله الاعلى تركيز في الزنك ومهم او يقول ان دخله فيتامين اي اقوى مضاد اكسادة فقالبا مالتي فيتر حقيقة رائع ومميز جدا كمان والحاجة الاخيرة اللي عايزة اتأكد منها ان هو بيحسن المود يعني حضرتك بتخس والمود بتاعك بيتحسن على عكس النظم الغذائية المختلفة للأسف الشديد المود بيبقى مع اي دايت مش افضل شيء لانك بيؤثر فكرة انا بحرم نفسي جعان ومش قادر اكل الكمية اللي انا عايزها فبتأثر بشكل كبير على المود طبعا 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 البا مالتي فيت بيديكي يمكن نقص الفيتامينات من احد اعراضه المود سوينجز ممكن اصحى منهم الاقي نفسي متضايقة وانا ما عنديش مشكلة بدايقني بجد يعني ازهقانة ارفانة متضايقة دا بيبقى احيانا نقص فيتامينز فالفيتامينز طبعا لها اهمية كبرى لصحة الانسان الجسدية والنفسية حبيب جدا دكتور ديني الوقت خلص للأسف بس بجد بشكورت جدا ومعلومات اعتقد قيمة جدا للسادة المتابعين حبيبتي تسلامي شكرا لك بشكر حضراتكو كالعادة على متابعاتنا ونشوفكو في حلقة جديدة ان شاء الله انا وكريم وعشر الصبح في الاهلي مع السلام اشتركوا في القناة